السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة 27 شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة ثلاثة وتسع دقائق صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب طبعا القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وخمس وثلاثين دقيقة عصرا من عصر اليوم الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج الميزان فهذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية احنا نشطين أكثر اجتماعيا ومن ميلة الاسترخى والتأمل وبكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة هاي مننجح في عملنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشترك ومشروع مثلا ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين هي بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا ما بتتعرض لعراقيل أو ما بيتم التوصل إلى اتفاق وفي هاي الفترة قد يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و50 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمحنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي ذكرت في حلقة الأمس إنه خلو مسار طويل وهو الأطول هذا العام خلو المسار رح يبدأ الساعة 21 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء ورح يستمر حتى فجر يوم الخميس الساعة 3 وتسعة دقائق فجرا لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب يعني خلو المسار مدته 33 ساعة تقريبا هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم طبعا هاي الأعضاء ما مننصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها إلا إذا كانت الطرارية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه يعني في مرحلة خلو مسار طويل فما رح نذكرها عمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 18 يوم في تمام الساعة 6 و14 دقيقة بصير 19 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 30% القمر في الميزان حتى يوم 29 اثنين سعيد الآن بنسبة 45% ساعة الفجر سعيد بنسبة 70% عطارد في الحوت حتى يوم 10 ثلاثة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة 75% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم لأن القمر مقابلكم تماما فابدكوا تحاذروا الخلافات حاولوا أنكم ما الضخم الأمور ابتبدوا مرهفين الإحساس متوترين بسبب قلق ما من مسألة ما وأيضا انتبهوا من شركاء المال أو شركاء العاطفة انتبهوا منهم وعليهم أيضا حاذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور بلاللي حواليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس بيت العمل والصحة فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم عشان هيك بتكونوا تنتبهوا لصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم حاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وحاولوا انكم ما تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية وحاولوا انكم تقوموا بمهماتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم طبعا الأجواء جيدة اليوم على المستوى العاطفي على مستوى التقارب مع الأحبة وتأثير القمر رح يكون إجابي عليك بتشعروا بالأمان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياشة انت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي الفترة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ولكن بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم بسبب ضيق الصدر عندك أو ضيق الخلق يعني حاول إنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع لأنه ممكن تشكي من بعض الأمور الصحية أو أحد الأحبة مثلا وبتشكوا من تأخير في المعاملات والالتزامات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والترويج لسلع معينة أو بالأمور التجارية وبرضو بتهتموا بأمور تتعلق بالسيارات أو بالإلكترونيات أهم مش إنك تتكلم بهدوء وتوضح وجهة نظرك لتفادي أي التباس محتمل ابتعدك هاي الفترة بامتحان ناجح ومفاوضات جريئة ومثمرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحتاج أو يحتاج أحد أحباك لدعم مالي أو معنوي اليوم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم معين مثلاً أهم مش إنك تنظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من مصاريفك ومن المصاريف الاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم اليوم وبتشعروا أن طاقتكم عالية جداً وممكن تجدوا حلول لمشاكل وتكونوا مقدامين وتنطلقوا من جديد بعد يعني هيك تصحيح بعض الأخطاء بتتغير نظرتكم للحياة وممكن تحضر لتغيير أو تغير نمط معين بأسلوبك أو بنمط حياتك وشوي اليوم بتبدو متفائل وسعيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر موجود في بيت المتاعب فبتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه ممكن تجد نفسك في موقف صعب شوي فبدك تكون حذر وحكيم اليوم بإدارة أمورك وتحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة حاذر من الكلام السيئ حاذر من التراجع الصحي هذه فترة يعني فيها بعض الفشل يعني ممكن تعول على بعض الأشخاص ولكن يخذوا لك ويعتبر من أصعب أيام الشهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتلتقوا الأصدقاء وبرضو اليوم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن واتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فاستغلها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس وبإمكانك اليوم أنك تعزز علاقاتك مع المسؤولين عنك وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتكون بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وأيضا ممتازل الامتحانات والمقابلات بإمكانك اليوم تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمي شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهم كل يوم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي تتعلق ببنك ضريبة تأمين فوتير ميراث أشياء من هذا القبيل ولكن بتكون تحاذروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأيا كان لأنه اليوم ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم وحاول إنك ما تخالف القوانين عشان ما تكون أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء